السلام عليكم الله يمسيكم في الخير كيف حالكم شاء الله طيبين اليوم عندنا قصة في واحد متزوج وعنده ولد واحد الولد يوم صار عمره خمسة عشر ستة عشر سنة توفت أمه وبقى هو مع أبوه وابوه تاجر وعنده خير وعنده مال اللهم يغنيه ومعطيه ومدلد الولد ما عنده إلا الولد هذا ومدلله يعطيه ويكرمه ما يقصر معه ما يقول أني محتاج شيء ولا أبغى شيء إلا أبوه على طول عطاه والولد بعد فترة كبر وصار عنده ربع عند الشباب عنده ناس يروح معهم ويجي وصار يعطي هذا ويعطي هذا ربعه كلهم صار لجاء وقت غدا راح جاب لهم غدا جاب لهم عشاء وأحد يحتاج شيء يعطاه يعني كان هو اللي يصرف هو اللي يعطي ربعه وربعه هو يفكر أن ربع يحبونه وكذا وكانوا معه وكل ما بقى واحد شيء جاء لعنده وما يقصر معه المنصح أبوه وقال له يا أولدي ترى أنت تصرف كثير ترى عندك نعمة عندك فلوس جمع منها واشتغلوا وبيع فيها لا تضيع الفلوس كلها ترى ربعك ذا اللي بعد يوم من الأيام يتركونك لو دروا أنك أنت فلست ولا ما معك شيء تركوك ترى هم يروحون معك ويجوم معك عشان الفلوس اللي معك يا أولد انتبه ترىك تصرف كثير قال أبوه الكلام هذا ما اقتنع فيه الولد صار يصرف أنه بعد فترة أبوه كبر وأبوه عنده مال عنده راح وشرى له كذا عماره وفيها محلات وأجرها وعنده البيت اللي هو فيه الولاد صار يصرف فلوسه الفلوس اللي معه صار يصرف صار يقل المال اللي عنده يقل كثير أبوه يوم حس أنه في آخر أيامه راح لصديق الله صديق الله مقرب له وكلمه قال عندي ليك وصية عندي وصية أبغى أقولها لك بعد ما ماتي إذا توفيت ما أبغى في المحلات هذه ترى ما يدي عنها أولدي المحلات والعمارتين اللي عندي هذه ما يدي عنها أولدي أنا من معلمها وبحطها عندك أمانة هي باسمي وبحطها عندك أمانة ولا تعلم هنا عندها إلا إلا شوفت ضاقت به الحال والفلوس اللي عنده خلصت وما عنده شيء وتخلوا عنه ربعة ديك الساعة تعالوا وقل له إذا عرف وتخلوا عنه ربعة والولد صار يحافظ وصار وترك ربعة اللي يروح معهم وعرف أنه ربعة ما ينفعونها بشيء ربعة هذا اللي يمشون مع هذا الربع السود وعرف عطل قل له أن أبوك خلى لك عمارتين وفيها محلات والمحلات كلها مأجرة والبيت حتى البيت اللي هو فيه أخذ السك وعطاه صديقة قال له خلى عندك يمكن يوم الأيام هو تخلص فلوسه يمكن ما يلاقي إلا البيت ويمكن أحد يلعب عليه وبيع البيت خلى السك عندك وبيدوره بدوره يمكن لو يحتاج لم يحصل لم يتابع أنت تابع الولد وأنا بقول له وصيتي إذا حتشت شيء تروح لصديقي فلان وبيوقف معك ما يقص المهم عطاه الصق حق البيت عطاه صديقة والمحلات هذه خلاه هو اللي يديرها المحلات هذه مجرها والعمارتين هذه هو يديرها صديقة ولا عنده خبر ولده بعد فترة توفى الله الأبوه توفى الله ما عد بقى الولد هذا الحين بعد فترة ما عد عنده شيء ما عد عنده مصروف ولا عنده خلصت الفلوس اللي ما أكلها وربع تخلوا عنه شافوا إنه ما عنده شيء ولا تركه ربع أنا يمتلك ربع الولد ما دي شو سوي حتى فلوس أكل أغراض يشتريها للبيت ما عنده عرف صديق أبوه در أنه خلاص معد ودور سك البيت دور سك البيت ما لقى سك البيت ذكره أبوه يقول له رح للصديقة فلان لو بغيت شيء يفزع معك وراح لصديقه وراح لصديق أبوه وقال له قال لأنا محتاج وظيفة أتوظف كان عندك حدا المحلات توظفني فيها قال تركولي ربعي المهم قال له الصديقة صديق أبوه قال أبو أخليك تشتغل في حدا المحلات كأن المحلات لصديق أبوه قال أبو أخليك تشتغل في حدا المحلات فترة وإن شاء الله ربي يرزق تكون إن شاء الله الأمور تتسهل بعد فترة يمشاف تخلوا عنا رابعة وبدأ يفهم وبدأ يعرف وصار يحرص على الفلوس جاي يوم لأي وقال له تعال يا أوليدي بقول لك سر قال لي يا أبوك قال وش قال ترى شفت المحلات ذي العمارتين والمحلات هالي المحلات ذي كلها مع العمارتين هذي بسم أبوك هذي حكت أبوك والبيت السك موجود عندي هذي وصية أبوك كلمني وقال خاف أنه ربعك يضيعونك ولا دريت أنه عندك محلات وعندك عمرتين يخاف أنك تبيعهم ويخاف أنك تبيع البيت بعد قال خله بعد فترة يعرف ربعه ويعرف أنه بعد فترة يتخلون عنه ويعرف كلام أبوه أنه صح المهم يوم أنه قال له كذا وعطاه هذا السك حق البيت وقال تذكر أبوه كلامه قال أبوي يعني كان ينصحني ويقول ربعك وربعه بس ما كنت أسمع كلامه المهم خذ السك البيت وصار يأخذ الإجارات حق المحلات ويجارات العمارة العمارتين الثنتين وصارت أموره أحسن وأفضل من أول وهذه قصتنا انتهت الواحد ينتبه من الأصدق والناس يعني يجي صادق صادق ناس طيبين ناس كويسين ويسمع كلام والدين الوالد الوالد ما ينصح في شيء ألا أكيد أنه ما رب مواقف وما رب بحاجات في الدنيا هذه أكيد تجارب وما ينصح ك إلا يشوف في حاجات يشوفها هو يشوفها أنها غلط وينصحك وهذه قصتنا انتهت ترجمة نانسي قنقر